نظمت المدرسة الوطنية للصحة العمومية بالرباط حفل إطلاق أول مدرسة شتوية جهوية للصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية والدعم النفسي للمهاجرين وترأست رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب بمعية سفير فنلندا بالرباط ومدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية حفل إطلاق هذه المدرسة التي تستمر على مدى خمسة أيام وذلك بحضور جامعيين وباحثين أكاديميين وفاعلين اجتماعيين مغاربة وأجانب يتعلق الأمر ببرنامج يهم كل القضايا المرتبطة بالصحة والهجرة خصوصا فيما يخص دعم نظم الصحة بالدول من أجل تعزيز الولوج للخدمات الصحية الأساسية للمهاجرين لقد وفرنا الدعم للبرنامج منذ عام 2018 وسيستمر دعمنا حتى عام 2020 حيث ستنطلق مرحلة جديدة تمتد من 2020 إلى 2022 ونحن نعتقد أن هذا البرنامج مهم جدا في النهوض بالأوضاع الصحية للمهاجرين هذه المدرسة تندرج في إطار المشروع الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة والذي يجري تفعيله رفق تفاعلين حكوميين وغير حكوميين ويتمحور حول المساهمة الفعالة وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين من أجل الدفع بالصحة وحماية المهاجرين في البلدان المعنية بظاهرة الهجرة قد قام المغرب تحت الريادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله بتنزيل سياسة رائدة في مجال تكفل بالمهاجرين والكل يعلم جيدا أن وزارة الصحة طورت عدة برامج تهدف إلى تمكين المهاجرين من الولوج للخدمات الصحية الأساسية وتهدف المبادرة التي أطلقت بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الوكالة المغربية للتعاون الدولي إلى إعادة إنتاج الممارسات الفضلة على الصعيد الجهوي وتطوير المعارف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية مع تركيز على الصحة العقلية والدعم النفسي للمهاجرين وتقوية التعاون على المستوى الصحي بين البلدان المعنية بظاهرة الهجرة